بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دورتنا التدريبية في تسمين العجول الجزء الثامن خصصنا تلك الحلقة لموضوع تسمين العجول وضمانات هامة للنجاح تسمين العجول وضمانات هامة للنجاح المادة العلمية للأستاذ الدكتور رأف الطاه فؤاد رئيس بمعهد بحوث الانتاج الحيواني مركز البحوث الزراعية المصدر مجلة الإرشاد الزراعي عدد مايو يونيو 2011 صفحة 12 اعداد وتقديم محدثكم محمود سلامة الهيشة خلي بالك واحد الاعتناء باختيار عمال المزرعة بحيث يمتازون بالخبرة والأمانة مع ملاحظة أن يستخدم لكل خمسين رأس تسمين عاملين لكل خمسين رأس تسمين اتنين من العمال فور شراء العقول يتم إجراء الوقاية الطبية لها توضع العقول في حظائر نظيفة جافة مظللة ذات مساحة وافية للتغذية والراحة والتريد يفضل أن تكون العقول مخصية حتى تكون هادئة قليلة الحركة وبالتالي تستفيد من الغذاء وتزداد معدل نموها اليومي وتصل إلى وزن البيع مبكرا بحوالي 20 إلى 30 كيلو جرام عن العقول الأخرى كما أنها تمتاز بلحم جيد الجودة لوجود عروق الدهن بين الأنسجة العضلية مما يزيد من ثمن كيلو اللحم يفضل أن يتكون القطيع من عقول عمر عام ووزن 200 كيلو جرام وهو العمر والوزن الذي يعطي أفضل معدل نمو يومي عند التغذية على الأعلاف الخضراء يفضل تعريضها للشمس لمدة ساعتين قبل تقديمها للحيوان لتجنب إصابته بالنفاخ يجب وزن الحيوان كل 15 يوم فإن كانت الزيادة أقل من 25 كيلو جرام شهريا أي 800 جرام كل يوم يتم استبعاد تلك الحيوانات فورا ببيعها والتخلص منها ينصح بوقف التسمين فورا في حالة ارتفاع تكاليف الإنتاج عن سعر البيع عند ارتفاع درجات الحرارة الجوية ينصح بالإسراع بوضع العجول تحت مظلات خشبية مع تقديم الماء البارد النظيف وإضافة محلول اليوريا والعناصر المعدنية والخميرة في العلائق بهدف زيادة النشاط الحيوي للحيوانات وحتى تقبل على الغذاء بالكميات المطلوبة والمقررة الأوزان الاقتصادية لبيع الحيوانات أي وزن التسويق هي 350 كيلو جرام للعقول البقري البلدي و450 كيلو جرام للعقول الجاموسي والبقري الخليط والأجنبي يفضل إتمام بيع العقول في داخل المزرعة وعدم نقلها إلى أماكن بعيدة لبيعها حتى لا نتسبب في نقص وزنها وهنا يقول الدكتور رأفة طاها فؤاد أن نقلها إلى مكان يبعد من 5 إلى 10 ساعات يقلل الوزن بنسبة 5% وإن زادت عن 10 ساعات يصل النقص إلى 10% النقطة الأخيرة تقول أنها يفضل أن يتم بيع العقول داخل المزرعة ولا ينصح بنقلها حتى لا ينقص وزنها وشكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر